قبل الفطور تدعي له أنت؟ دعيت له كل قلبه الثاني قلت يا ربي رجع حليله وشافيه وعد العويله وشافيه من هذا المرض يعني معالي قبل ما تدعيني النفسي تدعي له أدعي له وأصمت له أصمت له يعني بلكت أنت تسمع ألي تسمع هذه الإحجايات يمكن اللي يفرقك عن أمك سبب اجتماعي ومشكلة بسيطة لكن حجم العاطفة وكمية العاطفة اللي يعد أم علي هي موجودة عد كل أم عراقية لمن ابنها موجود يا مهن لكن ابنها اللي مزاعلها ابنها اللي مقصر بحقها ابنها اللي تخلى عنها بهذا الظروف وهي تندعي له وهي تصلي له وهي تصوم له تعذبت عليهم عذاب يعني شديد مو شو الله صح